تحياتي يا أصدقائي معكم موسى من قناة الكرة الزهبي اليوم رح نحكي عن مباراة سوريا وإيران في الفيديو الماضي حكيت عن خسارة منتخبنا السوري مع منتخب البحرين 3-1 وبالاخر الفيديو حكيت وقلت إذا معلول بديو يلعب نفس الأداء يلي لعبنا فيه أمام بحرين رح تكون نتيجة كارسية أمام إيران لأنه كلنا بنعرف منتخب الإيراني يفوق على المنتخب البحريني بكتير شغلات أسف هذا اللي عم يصير يلي زكرتوا بنهاية الفيديو الماضي قلت إذا المنتخب السوري بديو يلعب بنفس الرتم يلي لعب فيه مع منتخب البحرين ممكن منتخب الإيراني يتفوق علينا 5-6 كرات وهذا اللي صار منتخب الإيراني كان عن فوق 3-0 أداء كارسة لمنتخبنا ما شفنا تطور باللعب أو لا نتيجة ولا أداء منتخبنا مثل ما هو بالنهاية نبيل معلول مبارتين وديات ما أدم شي للمنتخب السوري يمكن هذول المبارتين كانوا عم يكشفوا شوي عن أداء منتخبنا الحقيقة كنا عم نشوف منتخبنا السورة بتصفيات كأس العالم والمؤهل لكأس آسيا مجموعتنا ضعيفة لا يمكن باستثناء الصين شوي حتى الصين ما عم يكون بالمستوى المطلوب منتخبنا عم نتفوق عليه بينما أنت وقدك تلعب بالأدوار المتقدمة الأدوار الإقصائية ممكن تلعب مع السعودية ممكن تلعب مع اليابان ممكن تلعب مع أسبك ستام ممكن تلعب مع كتير منتخبات من مستوى إيران في فينا نقول هالمبارتين وديات بيّن المستوى الحقيقي للمنتخبنا المجموعة المبارتين وديات يعني 180 دقيقة خلال 180 دقيقة منتخبنا شو أدم؟ ما أدم شي ما شفنا تكتيك واضح ما شفنا بال180 دقيقة ما شفنا كرة ملعوبة بالعكس شفنا أخطاء كارسية الدفاع متشتت ما في ضغط وجومة منتصف الملعب بالمبارتين كنا عم نخسر معركة منتصف الملعب 180 دقيقة كنا عم نسجل هدف واحد والهدف كان على ركلة جزاء يعني لو لا ركلة جزاء كنا 180 دقيقة مبارتين ما رح نسجل بال180 دقيقة المبارتين وديات كنا عم نتلقى ست أهداف رقم كبير مباراة إيران كان ممكن الرقم يتضاعف شفنا منتخل إيراني كان عم يهدر فرص كتير صراحة ما حابب طول هالفيديو لأنه ما بدي زود عليكم وزود على حالي وأنا زي بدي طول هالفيديو أكتر بدي إحكي شغلات بدي يصير في فعلية حكي كتير بس بتمنى المتحاد الرياضي يعيد النظر بنبيل معلول بيعتقد أنه المدرب المحلة بيقدم أفضل لمنتخبنا كلنا شفنا آخر فترة إيمان الحكيم على قليلة مع إيمان الحكيم فيك تشوف المنطخب السوري في روح ما بعرف إذا بتوافقنا الرأي المنطخب السوري في روح مع إيمان الحكيم ما بعرف النبيل معلول بتحس الفريق أو المنطخب السوري عم يلعب أو منتخبنا السوري عم يلعب تأديد واجب اللاعب أو فيلنا نقول يا أخي اللاعب اللاعب إذا ما بدي يلعب ييجي حتى لو ودي قدم كل شيء عن دول للمنطخب السوري لا ييجي يقول أنا ما بلعب مع المنطخب السوري بس فيك أداء كارثة لو مباراة ودي العالم كله عم تشوفه مباراة انت بمية وثمانين دقيقة متلقى ست اهداف ومباراة ايران كانت ممكن المباراة بسهولة تنتهي من خمسة ست اهداف يعني صرنا ناطرين عشرين سنة المنتخب السور ودائما كل مونديال او كل تصفيات بنقول هلا هذا المنتخب رح يحقق الحلم ما بنضحه لحالنا المنتخب اللي شفناه بالمباراة تاني الوديات ما ممكن يحقق الحلم ولا يوصل عكاس العالم ولا يحقق اي شي بكاس اسيا هلا في عالم بتقول لك مبارتين وديات لا ما مبارتين وديات انت لو تشوف مجموعتنا مجموعتنا عبارة بالتصفيات الادوار التأهلية انت عندك سوريا نحن متصدرين مجموعة طبعا الصين فلبين جزر المالديف غوام فرق غير معروفة باستثناء الصين ونحن عم نتفوق على الصين طبعا فرق غير معروفة ادهت هاي المجموعة تمهدية وتأهلنا للتصفيات ادوار الاقصائية انت ممكن تلعب مع السعودية ممكن تلعب مع اليابان ممكن تلعب مع اوزباكستان اليابان اخر مبارك اننا شفناه الكرة اليابانية عم تتطور بشكل فضيع كانت متفوق على كوريا الجنوبية 3 صفر دول الاسيا ما بدي اقول وخصص العربية قارة الاساوية عم تتطور بشكل رهيب بينما منتخبنا عم تراجع هلا اذا ما نشوف الاهداف اليوم الثلاثة اللي تلقناها مع منتخب ايران اهداف كارسية شوف الهدف الاول راكلة ركنية كان لعم منتخب الطابة منقول راكلات ركنية سوقت مركز خطأ فردة بتصير يعني ما في نمق تلقينا الهدف الاول عن طريق راكلة ركنية هاي مو مشكلة يعني بتصير شوف الهدف الثاني الهدف الثاني كارسي ليش لانه كان حارس ايران عم يمسك الطابة وعم يعمل اسست باس طويل لمنتصف ملعبنا لاعب الايراني كان عم يستلم الطابة كان عم يفرد بالحارس احمد عالمي اذا بتلاحظ لاعب ايراني تصدد الطابة اول مرة تقلق من احمد عالمي ارتد الطابة من حارسنا وترتد الطابة كان في ثلاثة لاربع لعبين من المنتخب الايراني عم ينتظر الطابة بينما منتخبنا يمكن في لعبين اول ثالث شوي متأخر شوف الفرق بالسرعة بناء اول هجم المرتدهج وسمى هجم المرتدهج الهدف الثاني فينا نقول هجم مرتده بس الاسست اللي صنعت الكرة هو الحارس على صنعت الكرة الحارس رح نرجع نحكي عنا بس نحكي عن سرعة لاعبين منتخب الايراني في فرق شوفنا باكتر من هجم حتى لغضة الهدف الثالث لاعبين منتخب الايراني جدا سريعين بينما لاعبة منتخبنا في بطء في بطء بالرتم في بطء حتى بتحرك اللاعبين طبعا اعزار معنا دوري شغال دوريات برا شغالة ما في اي اعزار بطء باللاعبين يعني بس تشوف اللاعبين منتخبنا كأنه صنع عشر سنين ملقوا الطابق او ما مسكوا طابق او ما رقدوا برجع بحكي عن الهدف الثاني وهذا ما يشوف الحارس استلم الكرة وارسل اسست لمنتصف ملعبنا او باس طويل لما يشوف اللاعب عمر ميداني شلون عم يضغط على اللاعب على الحارس عم يضغط من جنب اللاعب من جنب الحارس مفروض يوقف بوجه الحارس يمنع هيك كرة انت هون وظيفت عكوات بهاك حالي وقت الحارس بيمسك الطابق هون تبدأ هون بيبدأ موظيفة المهاجمين كنا لازم نشوف المواس لمجرد الحارس ايران مسك الطابق وبدي يلعب اسست او باس طويل لمنتصف ملعبنا الكرة واضحة كان لازم المواس يوقف قدام الحارس ويمنع هالكرة انها تنفذ بينما على العكس كنا عم نشوف عمر ميداني هو اللاعب ياخد هالدور وعم ياخده بشكل خاطئ مفروض انت يوقف قدام الحارس تمنع الحارس انه يلعب هيك كرة بينما عمر ميداني كان عم يوقف على جنب الحارس عم يمود اجره انه عم يفشل بمنع الحارس لو شوف لاعبي منتخب الايراني هون بتفرق الخبرة نفس الكرة ابراهيم عالمي حاول يعمل هجمة مرتدة انما لاعب ايران كان عم يوقف قدام الحارس ويرفع يديه هاي ما فيه شيء بعالم كرة القدم هي فول الحكم بصفر فول وخالص يعني مو شيء سيء او هذا خطأ تكتيكي بعالم كرة القدم لاعبين هاجمين ما كانوا عم ينفذوا هاد الشيء اللي كان عم ياخد الدور عمره ميداني وعم ينفذوا بشكل خاطئ على الصعيد الاخر اللاعب ايران كان عم ينفذه بشكل ممتاز فرق الخبرة بين اللاعبين وعم الحارس ابراهيم عالمي ابراهيم عالمي كان بدي انه مسي forgiven انه اللاعب الايراني كان عم يمنعوا هادف الثالث بعيدا من الهدف الول نعم من وضع وهدف آخر هو المنوي إ artificهري غير الحيب الخير في بنوع من البحرين موسيقى مع الأوقات سرعة لاعب البحرين علىزل لاعب 3-4 webs موسيقى انت خسران 2-0 هجمي عادية كانت بناء هجمي ثلاثة او اربع لاعبين من المنتخب الايراني بينما يدافعين او ثلاثة بمنتخبنا ومع هيك عم يفشل يقطع الطابق واذا مشوف لاعب ايران بالهدف الثالث عم يراوغ ثلاث لاعبين كان ممكن يراوغ اربع او خمسة عم يسجل هدف ما بعرف يعني منتخبنا بلا روح بلا كاريزما ما في تكتيك يعني ما بعرف شو بهالفترة الماضي شو عمل نبيل معلول ودرب نبيل معلول ما بعرف بتمنى من الاتحاد الرياضي تصفيات انشاء الله نحن متأهلين يعني الادوار التمهيدية هاي متأهلين قبل ما نفوت بدل الادوار الاقتصائية لانه هاي فرصة للمنتخب السوريين والتأهل عكاس العالم ما بدنا نفرطة بوجود عمر السومة بوجود اسماء كبيرة هذا المونديال اذا ما تأهلنا المونديال الجاي انسوا الموضوع هلأ فرصة عندنا اسماء كتير كتير لامع بكرة القدم العربية ممكن تحقيق الحلم بدمنى من المنتخب السوري يراجع لقرارات نغير نبيل معلول ما رح نستفيد منه ما رح نقدم شي للمنتخب بالعكس لعداء تراجع بدمنى نجيب مدرب وطني يفهم على اللاعبين واللاعبين يفهموا على يدب الحماس باللاعبين ما شفنا روح بالمنتخب اي من حكيم برأيي حاليا هو الاعرب في كرة القدم السورية ما حكيت ما بدي طول هالفيديو كتير عليكم لان بعرف راح دي متحمل يسمع حكيم ولان احنا قدرانين نحكي اكتر لانه زي بنا نحكي اكتر بدنا ان ما بعرف خلينا ساكتين بالنسبة للمنتخب السوري حكينا شي يلخص المبارتين السيئين الكارستين انا بعتبرهم 180 دقيقة كانوا 180 دقيقة كارس للمنتخب السوري اداءا ونتيجة وما بعرف كمدرب وبتمنى المدرب ما يطول معنا اكتر من هيك لانه اذا بدو يطول حلم سوريا بالوصول لكاس العالم ما رح يطول للأسف رح ينتهي وهيك بنكون تهينا المبارات الودي للمنتخب السوري مبارات البحرين مبارات مبارات ايران مبارات كارسي ما استفدنا منه باي شي بالعكس ممكن استفادة الوحدة استفادنا منه انه كشف المنتخب السوري لاداء على حقيقة وكلنا متواهمين ملعب مع فرق جزر المالديف غوام فلبين يمكن مبارتين شوي مع فرق اقوى مننا وفرق من مستوى الفرق اللي رح نقابله بالتصفيات او بالادوار الاقصائية كان مفيدة شوي لنكشف شوي عن قدرات منتخبنا بتمنى التطوير هيك انتهينا من المبارات الودي رح نرجع لدورة السوري ورح نرجع لكاس سوريا ودائما رح نوافقكم بالفيديوهات ان كان عن دورة السوري او عن كاس سوريا هيك منكون وصلنا نهاية فيديو اليوم بتمنى يكون عجبكم بتمنى بالفيديو الجاي بس كون عم نحكي عن المنتخب عن مباراة عن مباراة القادمة المنتخب بتمنى تكون ابتسامع وجوهنا بتسامع وجوهكم بتمنى دائما تقلق للمنتخبنا نحن دائما بس نحكي هيك من حبنا للمنتخب نحن دائما نحب نشوف منتخبنا السوري بافضل احوال الحقيقة اخر 10 سنين او 20 سنة لمنتخب السوري دائما نحن بس نتابع ونطلقى صدبات بس دائما الحب بالقلب ما فينا نستغني عن حبنا لمنتخب السوري نحن دائما بس نحكم نحكم الحبنا لمنتخب بتمنى ليكون الفيديو عجبكم بتمنى تكتبونا بالكومنت رايكم بالمنتخب السوري رايكم بالكابتن نبيل المعلول انتوا مع الاستقرار او مع استقرار او مع البقاء مع نبيل المعلول او التغيير في عنا كتير مدربين محلين وانا سبع وذكرت عنا كتير مدربين محلين وبرأيه افضل من كابتن نبيل المعلول كمدرب للمتخب بقدمه اكتر للمتخب بتمنى دائما تضلوا على خير بتمنى دائما تدعمونا لايك كومنت في عيزة الجرس تشاركوا الفيديوهات للاصدقاء فانوصل الى اكبر عدد منك من عشاق الرياضة عشاق الدورة الاسبانية عشاق المنتخب السوري طبعا بتمنى الفيديو القادم يكون حال افضل حال تحياتي استودعكم الله